قالوا انتهت العبودية كان يفترض أن نصدق إلا أن كلمة العبودية انتهت لتتحول إلى الإتجار بالبشر الصور التي انتشرت حول بيع المهاجرين عبيداً أعادت إضافة إلى التأثر والحزن قضية الإتجار بالبشر عنواناً كبيراً استنكاراً لا ينتهي في وسائل التواصل الاجتماعي والجلسات الرسمية والعامة الأكيد أن ما يجري من متاجرة بالبشر في ليبيا ليس سابقة ولا حالة فردية الإتجار بالبشر ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح الثالث من حيث حجم الأرباح المالية هذا لا ينفي المبالغ الهائلة التي يحققها والثالث من حيث درجة الخطورة في الانتقال بين الحدود آخر ضحاياها هم المهجرون العالقون في أقفاص من دون خشبة خلاص أما الضحايا بشكل عام وتقليدي فغالبيتهم من الأطفال والنساء نستند في معلوماتنا إلى التقارير الصدر عن الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بمكافحة الجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول حول تنامي مخاطر هذه الجريمة المنظمة تفيد التقارير أن مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية إلى أن يكونوا ضحية للإتجار والاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل هذه التجارة تجري بين كل الدول ومن دون استثناء تجارة الجنس بالنساء والأطفال من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نمواً والطلب عليها يزداد في الدول الجنية باعتبارها جزءاً من المستوردات الاستهلاكية من البلدان الفقيرة لسيما الوعود الوهمية بالزواج المأساة أنها تشهد تزايداً بسبب انتشارها عبر الإنترنت فشبكات الجرائم المنظمة تستخدم أنماطاً حديثة للإيقاع بالأطفال وتحقق نجاحاً الظاهرة الأسوأ إذا كان هناك من تفضيل بين السيء والأسوأ ظاهرة اختطاف الأطفال والمشردين والمجانين كي تنزع منهم بعد قتلهم الأعضاء البشرية المطلوبة في أسواق الأبحاث العلمية والمستشفيات وتبيعها بمبالغ طائلة كما تسرق جثث المحكوم عليهم بالأعدام وجثث أخرى للأهداف نفسها ويزيد سوء هذه الظاهرة سوءاً أنها تربط عادة بالتطور العلمي في مجال الطب البشري وإنقاذ بعض المرضى بنقل أو استبدال الأعضاء البشرية طبعاً تعلن الدول عن اتفاقيات لمكافحة جرائم الإجار بالبشر كل الدول من دون استثناء وتستمد قوانينها من نصوص الأمم المتحدة في هذا المجال لكن هل تقوم كل هذه الدول بإيجاد حلول للأسباب التي تنمي هذه الجريمة؟ كالأوضاع الاقتصادية السيئة في تلك الدول التي يأتي منها ضحايا البيع عبيداً؟ كازدياد أعداد الأطفال المشردين؟ كالحروب والكوارث التي تزيد من تشريد الأسر وتترك أمام أبنائها حلاً وحيداً لتحاشي الموت السريع وهو دخول عالم تجارة الجنس؟ كعدم اهتمام حكومات تلك الدول ببيع أبنائها لأن التجارة بهم تشكل مصدراً للربح السهل تحققها لها عائدات الشبكات الإجرامية تحت مظلة السياحة الجنسية الإتجار بالمهاجرين العالقين في أقفاص ليبيا مأساة كبرى تعيد الضوء إلى المشكلة العالمية التي تهدد الأوطان وأمنها الاجتماعي والقومي اشتركوا في القناة